العمل العلامي في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية يقيمه المجتمع نفسه وبأناسبة مروث 30 عاما من تأسيس التلفزيون الوطني الجديد فقد استطلع زميل عباس أباكر مصطفى انطباعات بعض المواطنين حول هذه الذكرى نتابع يجب أن يفكروا فقط التلفزيون الموجودة الفئة الشهر للناس بشيئة النقود الجماعة الأسلع في تلفزيون الموجودة الفئة الشهر للناس بسيطة جدا والعلا يلو العلا التحديدين حاليا التلفزيون تتعرفون لأنها لا توجد كهرباء أصلا جانب التاني، البرامج الموجودة في التلفزيون التحديدين التلفزيون يحتاج لكادر صراحة والكادر حاليا يشتغل فقط التلفزيون بالتولة مع أحلالها هو أحل نفسها وفاتوا بالناس شباب فاتوا ودرسوا بطريقتهم ومتواروا نفسهم ومجؤوا كلا رايا في الانتخاف الموجودة في التلفزيون كما شباب فرح كلا رايا تتعلق باللوم يجب أن أركض وغول وانتخاف المشروع الكثير من ثلاث دونج الحل كذلك كان أولاً من السكاؤ وsmithك كما انتقال بطريقة مراتة كما فرحة كما يكون هناك فقط كما يفعلون في تحقيقات أحل الهواء توقف حتى تورو مينيكس تقول دابل دمان بنيتوه سيبليه وبرنامج عدد و تقاليد باكو ويدين مفوتو داخول عجباني لكن قصرتو في شي واحد عدد و تقاليد ما تجوه أنا بلد دكومبلي اندوه نقس وعدد و تقاليد لازم تدخلو ده يشيف شوية حاضر تكملو تقاليد من الخيارة عندما نحن نحن مدلس تابالي ام شدها ولكن ذلك ولكن غير حاضر تقاليد ليس بلاينا جو كم أخزين وتقاليد في چهاري وفران ما ذكرهم كم ذلك شيء نظر مدد وقتاً لذلك التنسيّن في استخد savاءه أتعرض ماحالك تنسيق على الجهة أنا أتضرب جهة أنا أتضرب جهة سوف أتتعرض لغاً نذكر أتعرض لكن هذا يُقف مجنون وأنه يزال أتضرب جهة أنا أتضرب جهة لأنني أتضرب جهة سوف أتتعرض جهة رغب جهة سوف أتخدر جهة لقد كنت من تفعونا了 وليس نعنهر منه وليست قد نعني تفعونا وليس كنت تتعلم لقد ستكون مستدينة هذا الموضوع ماشاء الله لكن هناك بعض الناس محببات الدايري مني إذا كان شنو على القرار إذا كان جادروم ممكن نحقه تليتشاد كانت أول زمان دائل ناردو 18ه ناردو 18ه لكننا نريد أن يتجاهل خلال عام حالي كما نردو 19ه في مجموعة في مجموعة ومجمع ومجمع الأوليكية يمكننا التعليف تتعليف لا يجب أن يسают أحد الأمور ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما يعمل على المقضة هذه المقضة لا أقل تشادنا لا أقل تشادنا لأننا نحن الأمور في الحقيقة لا يوجد الموت كما لا نظل لا نظل من المقضة تشادنا تشادنا الناس على كل طريقة لكن تشادنا السمع يتعلق الأولاد والمجرمات لا يعجب الجديد من هدفته المريض اهتم هذا بالحادية هذا كله يجب أن تفيد منها المتحارات الناسية وفي الوسط البلس وفريق وزرائدات الناسية على المدنة المتوجودة وفي بعض الأمور يثبون تحديات التحديات الكتابات مع أي مقهومة. قيمة واً تعرف بأن الحسول على التحديات على سبيل المركز وأنها تقريباً في الموات الأولى سواء على الاشتراكات التحديات ويجعل تحديد من الناس ويجعل تحديد من الناس ويجعل تحديد من الناس اكثر من ربع قرن من العطاء في بلاط صاحبة الجلالة الاعلام هو عنوان هذا الفصل وهذه الحكاية التي كانت وما زالت في كان في هذا البنيان الرصين الثلاثين تكمل رواية الحكاية في عصرين وربما انشأت الاقدار اكثر انها المرأة الحديدية انشئت تسمها ثوريا محمد برمى ذات الاثنان والخمسون من العمر سيدة جمعت بين الاسرة والقلم فانصفت بين كليهما لتكون نموذجا ناجحا لتلك المرأة الصحفية ولدت السيدة ثوريا محمد برمى سنة الف وتسعمائة خمسة وستين بمدينة ابشة ودرست المرحلة الاساسية والمتوسطة فيها ومن ثم واصلت دراسة المرحلة الثلوية في جمهورية السودان وتحصلت على الشهادة الثلوية العامة عام الف وتسعمائة وثمانين لتعود بعدها الى ارض الوطن لتواصل دراستها الجامعية بجامعة تشاد انذاك المعروفة الان بانجمنا في تخصص لغة وضع الانتهاء من دراستها الجامعية امتهنت الاعلام كعمل لها وذلك نظرا لمواهبها المتعددة منذ ايام الدراسة في هذا المجال فانخرطت بالعمل في جريدة الوطن عام الف وتسعمائة اربع وثمانون وبعد بضع سنين وتحديدا عام الف وتسعمائة واحد وتسعين انتقلت للعمل في التلفزيون الوطني في قسم التحرير والاخبار والبرامج كمتحدثة باسم شقيقتها من النساء في حلة جميلة عرفت ببرنامج صوت المرأة الذي كانت تقدمه عبر شاشة التلفزيون عام الف وتسعمائة اربع وتسع فاستطاعت عبر هذه النافذة ان تفتح الرؤى والافاقة امام النساء كما اكتسبت السيدة ثورية مهارات اكثر في مجال الاعلام بعد ان بعثتها الحكومة في ذاك الزمان الى كل من دولة اليابان وجمهورية مصر العربية للقيام بدراسات مكثفة في الصحفة العامة فاسهم كل ذلك في تكوين ثورية محمد برما التي هي اليوم ام لخمسة ابناء وصحفية متمرسة عاشت وراء كواليس التلفزيون او بالاصح الميكريفون اكثر من 26 عاما بداية العامة كانت بداية موفقة وبالرغم من عدم الامكانيات كلما الشيء حالنا التلفزيون ذاته كان عبارة عن غرف غرف يعني مبنية ما زي حاسي الحمد لله يعني اتطوار وكده لكن الحمد لله برامجنا ما اشياء واي حاجة يعني كانت على ما يرام حتى الناس اللي بيشوفوه يعني كانوا دايما بيجي بقدموا لنا يعني يعني بيشكروا فوقو كده وبيشكروا في الصحفيين الشغالين كان تابع للرأسة وكان يعني زي ما تقول الحكومة الزمان دي مغيدين ما نقدر ان يتكلموا ساكت هاي لو تكلمت اي كلمة مثلا ساكت بعد شوية تلقى نفسك محاصر من هنا ولا هنا ولا اخ ترفضت من العمل ولا كده عشان كده دايما كنا نعمل حسابنا في المجلة يوم تلوى الاخر كانت فيه ثرية الشابة النشطة روحيا ومعنويا لم تتوانى قط في مزاولة العمل رغم تقدمها في السن وها هي اليوم اذ تحدثنا عن تاريخ التلفزيون وهي طريحة الفراش بسبب تعرضها لعلة في الساق ولكن رغم كل ذلك قبلت هذا اللقاء لتحتفل بمناسبة مرور ثلاثين عاما ربما كانت فيه الشائدة على اكثر ما جرى في عقديه والله في تطورات كثيرة حصلت يعني حسي عندك زي التلفزيون الحديث اللي بنولينا من 12 طابق دا دولة كنا قاعدين نحلموا بيو يعني بقين حسي زي كأننا وزي الدولة التانية كأنك انت في مصر كأنك في اليابان كأنك في الكاميرون يعني بتشعر بأنك يعني بقيت حاجة فوق 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 يعني زول ما يقدر يصورها وان شاء الله يعني بالطريقة دي العمل حيكون ماشي في تغدم وازدهار والصحفيين الشغالين ذاتهم يعني زوية ومستوى عالي العصر الرغم دا أنا ما سي محتمالي زماننا ذات حاجة سي ما عصر الرغم ما فيه شغالين بكاسيتاتنا وبكاميراتنا الكبيرة القدر الأوبيد ده بس أما الآن أما الآن الحمد لله كاميرات وحاجات كده متطورة وأشياء كده يعني الوحي ذات ما يقدر يوصفها المرأة العاملة في مجال الإعلام اختصتها سيدة ثورية بالقول مثلا انت عندك رغبة داك شنو كله تقدر تسوي تجهز أي حاجة في البيت تجي تجي تلقيها لأولاديك وليزوجك وكده وبعدين العمل الصحفي دا دايما يعني لازم أنت تكون مضغنة فوق مضغنة فوق عشان تقدر تأدي الرسالة للمجتمع الصبر والمثابرة وإتقان العمل هي كانت نصيحة ثورية لزملائها الإعلاميين سواء كانوا من الجيل السابق أو الحالي أما أنا فقد استفدني المخضرمة هذه بنصيحة لا أظن بأني سأفصح عنها حتى لا أخل بمادتي أدام حسن المكاوي التلفزيون الوطنية تشادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ispèlent s Roller tout à fait pour ses collègues de foldhire. Cette femme est l'une des plus anciennes journalية de TKL. Une femme combattive, courageuse et patiente. Sroller est un noyau de la fashion en arabe littéraire. Après ses études premières et secondaires à Abéché, Sroller s'envole à maintenant pour le Souden, où elle obtient son baccalauréat arabe en 1980. De retour au pays, elle s'est inscrite à l'université de N'Djaména, كانت محاولة المستخدمين لكتيار لبحث فربنا checker ولاية هكنت من الع العام 죄송 müssen حق هذا المستخدم، أنجوية المستخدم في التفقراط سننسي Bengali عمه واي قرأنا لكي كنعي Gمتخدم لكي هذا اوجد التش reass élسل للتحدي السوري paradقة لكتيارًا سورينعين جاءowąين 12 million ن lavoro DAYn فسورين العروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر